إن الله يقول في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه الله يا أحبابي بعضنا يصور سلفي لبعض الناس تيوريهم أنك كان معه في ربع ثانية أنا مع فلان مبسوط يشخص بلي يصور معه يا أخي الله تكون مع الله ما دامت الشفتين تتحرك الله ملك الملوك خالقك رازقك الذي وسعت رحمته كل شيء وجنته عرضها السماوات والأرض إذا ذكرته وتحرك لسانك وشفتين تيكبه كان معك وهنا قال أهل العلم فائدة الذكر لا يكون بالصمت يشترط في الذكر أن تتحرك الشفتين وأن يتحرك اللسان ويسمع نفسه ولذلك الصمت حتى في الصلاة يكبر ويقول هكذا ما تقرأ قال أقرأ بقلبي القراءة والذكر لا بد فيها من تحريك الشفتين واللسان أيضا في الحديث الآخر كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة يا رسول الله قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة رواه مسلم الله أكبر الذنوب كثيرة أو حشتك مئة تسبيحة سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أي تسبيح أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فتجمع التسبيح والتحميل والاستغفار بدعاء واحد أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تسبيح واستغفار واتهام للنفس بالتقصير وتحقيق للعبودية كل هذا بذكر الله نعم فكفر عنك جبال الذنوب ولا يهلك على الله إلا هالك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام يقول جاء أعرابيان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير قال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله وقال الآخر أي العمل خير قال لاحظ أفضل الأعمال أي العمل خير طال عمري ماذا أفعل قال الحبيب أن تفارق الدنيا ولسانك رطب رطبا بذكر الله صحها الألباني كيف تستطيع أن تخرج من الدنيا ولسانك رطب إلا أن يكون اللسان في جميع الحالات حتى على جنبك لماذا أحبابي سبحان الله والحمد لله والله أكبر 34 لماذا تثقل على بعضنا ويتثاءب عند النوم فلا يقولها لماذا آية الكرسي وآية الكرسي تجعل عليك حارسا وعلى رأسك ملك وفي شعارك ملك لماذا تقيل على بعضنا لماذا لا نجمع الأكف كما كان الحبيب يجمعها ثم ننفث ونقرأ المعوذتين وننفث على البدن ونرقي أنفسنا لماذا البعض إذا وضع جنبه فورا جاه النوم ولو أنه أراد يذكر الله ما كملت تسبيحات الثلاثين الأولى أو الثلاثة ثلاثين أولى إن الشيطان يكسلنا فاستعيذوا من عدوكم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام طوبا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا هنيئا لك استغفر الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولذلك من كان يستغفر لا يهلك بل هي أمان من العذاب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أيضا يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أحبابي ما تلاحظون الأطفال قديما إذا أراد كبار السني أن يلاعبوهم ماذا يقولون لا إله إلا الله ويبتسمون والله يا أحبابي قل ذكر الله حتى في مناغاتنا لأطفالنا وتلقى بعض الأطفال أول كلمة يقولها أن يلعن استأل الله العافية أو أن يرقص ما تلاحظ طفل في سنتين تطلع عنده شيلة ولا صوت من المزامير ويقعد يرقص يا أولد يركض الله يحفظ أبوه ما ذكر الله عند إتيان أهله وما سمى الله فوخزه الشياطين ثم أتى الآن يسمع اللعن والشتم والملاعنة ولا يسمع ذكر الله فخرج طفل منزوع الحصانة الشرعية يحب الطرباء ولا يحب الذكر ترجمة نانسي قنقر